عمل مكافحة المخدرات خلال عامي 2023-2024 بعد تشكيل هذه الحكومة التي ترأسها دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشاء السودان وقال العام القوات المسلحة صار التركيز على ملف مكافحة المخدرات تحول عملها من عمل شرطوي إلى عمل استخباري معالي وزير الداخلية سيد عبدالأمير الشمري يشرف على كافة العمليات الأمنية مدير عام شون المخدرات والمطرات العقلية للواء الحقوقي أحمد الزرقاني ضابط استخبارات له باع طويل في ملف الاستخبارات واختراق شبكات الإرهابية وشبكات المتاجرة بالمواد المخدرة العمل اللي عملته المدير العام رشون المخدرات والمطرات العقلية خلال عامي 2023-2024 يفوق عمل المديرية من 2003 لحتى تشكيل هذه الحكومة من ناحية الضبطيات من ناحية اختراق الشبكات الدولية والمحلية من ناحية نوعية المتاجرين الملقى القبض عليهم يعني بصراحة نتحدث خلال عام 2024 المحاكم المختصة في مجلس قضالة على الموقر أصدرت أحكامها بحق مئة متاجر دولي بالإعدام وفق أحكام المادة 27 فيما إذا تم مقارنة هذا العدد بالأعوام السابقة 2022-2021-2020-2019-2018-2017 نزولاً ستجدين أن هذا الرقم يفوق السنوات السابقة الضبطيات خلال عام 2024 تم ضبط ما يقارب 300.220 كيلوغرام من مختلف المواد المخدرة سابقاً هذه الكميات لم تكن بهذه الكمية بصراحة ضبط هذه الأطنان معناها إبعاد الخطر عن المواطنين عن الشعب العراقي كل ما تكون المواد المضبوطة حجمها كبير كل ما تتقوض جريمة المخدرات كل ما يتم محاصرة المتاجرين بالمواد المخدرة طيب أستاذ حسين نتحدث عن أرقام كبيرة آخرها ضبط مئة كيلوغرام من المخدرات في صلاح الدين تفاصيل أكبر عن هذه العملية يعني بصراحة هذه العمليات هي عمليات استخبارية يتم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير عام شؤون المخدرات المؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزرقاني وبخطط استخبارية ما نقدر الإعلان عنها لحين اكتمال التحقيق يتم تشكيل هذه الفرق بقرارات قضائية صادرة من سادق قضاء التحقيق المختصين في مجلس قضاء على الموقر ويتم ضبط الجنات بالجرم المشهود متلبسين بحيازة تلك المواد المخدرة طيب أستاذ حسين نتحدث عن جوانب إيجابية في الموضوع يتعلق بارتفاع نسبة المتشافين من المتعاطين للمواد المخدرة والحصيلة الموجودة لديكم بصراحة هذا الملف ملف مكافحة المخدرات في بداية تشكيل هذه الحكومة تم انعقاد اجتماع سري خاص بين معالي وزير الداخلية وبين مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والضباط المختصين في مكافحة المخدرات تم تقويم عمل المديرية من ناحية الضباط والموظفين والمنتسبين بصراحة العمل تحول إلى مكافحة العرض ومكافحة الطلب سابقا هذا لم يكن هذا العمل مكافحة العرض هو عرض المواد المخدرة اللي خاص بالمتاجرين بالمواد المخدرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي مكافحة الطلب التي تفضلت به حضرتك مكافحة طلب المواد المخدرة المتعاطين والمدمنين عندما يقوموا بطلب هذه المواد المخدرة تم مكافحة طلب المواد المخدرة من خلال افتتاح مراكز مختصة كيف يكون الطلب طلب المواد المخدرة هو المتعاطي هو المدمن لذلك وزارة الداخلية تحول عملها من مكافحة العرض لمكافحة لدك أوكار المتاجرين بالمواد المخدرة وبجانب آخر هو مكافحة الطلب افتتحنا 16 مركز تأهيلي خاص بمتعاطية ومدمنية المخدرات تابع إلى المدير العام للشؤون المخدرات والمطرات العقلية وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ العراق اكتسب 2000 متعاطي الشفاء التام بعد ادخاله برنامج متكامل طبي نفسي توعوي تدريبي رياضي وتم عادة دمجهم بالمجتمع العراقي بعد اكتسابهم الشفاء التام مدير العام للشؤون المخدرات والمطرات العقلية للواء الحقوق أحمد الزرقاني وجه الفرق المختصة في المدير العام للشؤون المخدرات بمتابعة هؤلاء المتشافين بعد زجهم بالمجتمع العراقي لضمان سلامة الإجراءات من الناحية الأمنية ومن الناحية الصحية طيب أستاذ حسين هناك مخاطر كبيرة تواجه منتسبي مكافحة المخدرات وهناك مواجهات خطيرة تحدث هل سيجري تعزيز لهذه القوات لغرض رفع هذه القوة لتكون قادرة على مواجهة هذه العصابات بصراحة لا نشعر بالخوف نهائيا من أي متاجر محلي أو متاجر دولي وفككنا شبكاتهم المحلية والدولية رجال المدير العام للشؤون المخدرات والمطرات العقلية في وزارة الداخلية تم اختيارهم بعناية ويمتلكون الشجاعة والجرأة في مكافحة المواد المخدرة ومكافحة المتاجرين بالمواد المخدرة المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى الموقر بناء على تحقيقات رجال المدير العام للشؤون المخدرات أصدرت خمسين مذكرة قبض دولية وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ العراق أصدار مذكرة قبض دولية بحق المتاجرين بالمواد المخدرة لذلك عندما يكون القائد هو شجاع ويتقدم في الميدان لمكافحة المتاجرين بالمواد المخدرة فكيف سيكون ضباطة ومظفي ومنتسبي بصراحة نتحدث فليس لدينا أي خوف وما نشعر بالخوف نهائيا وخصوصا بعد دعم المرجع الدين الأعلى سيد علي الحسين السستاني دام ظلة لرجال المدير العام للشؤون المخدرات والمطرات العقلية شكرا